جمع التوابير من المواطنين اليوم مما 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية في كامل تراب الجمهورية للاستفادة من عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا وهي الأكبر منذ انطلاق الحملة الوطنية للسيطرة على الفيروس حملة تهدف لتطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين عبر منظومة إباكس أو من غير المسجلين في مجهود وطني لحماية أكبر عدد ممكن من المواطنين من مضاعفة الفيروس استراتيجيات وطنية تلقت مع وعي مواطني بضرورة التلقيح فرحانين اللي باش نلقوا وباش ننقدروا إحنا مهلوا به وإن شاء الله ربي يحمي الناس لكل جبت معي الوالدة عندي جدي وجديز هذا كيف كيف والله لازمتهم يلقوا والحل الوحيد أن اللقاح هو الحل الوحيد للمقاومة الكورونا باش نعمل الجرعة الإرائية الأساسية اللي بعنها تتم تأمل محفاظا على صحتي وعلى أولادي وعلى عيدي لكيح موجودة غير العباد ما عنده شوية تنظيم مننا أحنا كمواطنين وكهو إقبال مكثف على مراكز التلقيح قد يفسر ما شاهده اليوم المفتوح من تفاوت من حيث حسن التنظيم من مركز لآخر في عملية وفرت خلالها الجهات المختصة نحو مليون ونصف المليون جرعة من التلقيح أي بمعادل أربعة آلاف جرعة لكل مركز يوم الوطني يساهم في تنظيمه أكثر من خمسة آلاف متطوع من عديد المنظمات ومكونات المجتمع المدني كما تشوفوا العملية متع التنظيم قاعدة تسير معناتها حتى النوع متعبطة ولكن على كل حال مع مرور الوقت إن شاء الله باش تسير العملية كما مخطط لها ما فهمش تنظيم تنظيم نورمو بالنومرو ما لكن هي عندي نومرو ونومرو وفهم انكذات برشا وفهم ليتعديه تنظيم أمبيكابل والله العظيم تنظيم فبليسة مطوعين بغتو يعني الرونسين موت أخذها من الباب وانت دخل حتى الهناء هذا واجبنا التطوع بدون مقابل ونحن في خدمة تونس وان شاء الله من جنديل من السبعة ومتع الصباح حتى السبعة ومتع عشية نحن في خدمة المواطن الشيء ربما يثلج يصدر ويشجع عنه إقبال كبير برشا صحيح هذا يتنظيمين بشي خلينا ربما نضعف المجهود خاصة للناس المتوع ولكن حبا أكد أن يتم برشا ناس المتوع برشا حضور المجتمع المدني خاصة الكشاف والمصائف والهلال الأحمر التونسي فيه ثماني ولايات نقصا في الإقبال على التلقيح وهي ولايات تونس وأريانا ومنوبا وبنعروس والصفاقس والقيروان ونابل وسوسة يوم وطني ستتلوه أيام أخرى للتلقيح للوصول إلى الهدف تطعم نصف المجتمع